السلام عليكم اهلا وسهلا ورمضان مبارك سعيد ان شاء الله يتقبل منه ومنكم الصيام والقيام اليوم كيف مالعدة بغيت نشارك معكم جوج الوصفات ديال التحلية اللي كانحتاجوها في الشهر الكريم للصحور والمرلشة ندوزوا المقادير هنا عندنا كيفما كتشوفوا نصف الليتر من الحليب ثلاثة ديال معلقة ديال مايزينة مع القونس ديال الزبدة واحد صاشي ديال فلان اللي كيبقى اختياري ماشي بالضرورة وكاس ديال سكر معا مرش ندوزوا على بركاتي لطريقة ديال التحلية اللي هي طريقة جديدة سريعة كيفما غادي تشوفوا معايا غنضيفوا نصف الليتر من الحليب غنضيفوا عليه ديك ثلاثة ديال معلقة ديال مايزينة غنحركم زيان هكذا بالخلط اليداوي وباش ما كيبقىوش لديك الفقاعة ديال مايزينة وغنضيف ديك الصاشي ديال فلان بحقال كيف مما قلت اختياري إلا بغيتو ما تعملوش فيمكن لكم ما تعملوش صفي غادي نحركو هكذا مزيان وغادي نمشيو نحضرو بديك الكاس ديال السكر هكذا فوحط نجرة صغيرة الكراميل بلا تحريك هنا كيفما كتشوفوا باش يطلع لكم الكراميل السكر مزيان من الاحسن ما تحركوش كتخليوه على النار مع تحريك هكذا غيبت نجرة تاكي ولينا كيفما كتشوفوا كراميل سائل بلون جميل بزاف غادي نضيفو عليه ديك المعلقة ونص ديال الزبدة وغادي نحركو مزيان هكذا كيفما كتشوفو وغادي نضيفو عليه الخليط ديالنا ديال الحليب والميزانة مزيان هكذا مع التحريك كيفما قولتو على نار متوسطة حيث اشهد منو عديرة الخليط اللي كيتدي النشا خصو منجهدوووش العافية ومقابلة تحريك المستمر دارووري هكذا سوف نضيفوها في كؤوس ديال التقديم اللي عندكم متواجدة في ديور ديالكم ولا زلي الفات ولا اللي كان وغادي نضيفو باش نحضرو تحلية تانية اللي هي على شكل مهلبية اللي كتطلب مننا في المقادير هنا كيفما كتشوفو سكر على حسب الدق ولكن انا هنا درت ثلاثة ديال المعالق اللي غادي نعمل وانتو ما كيبقى على حسب اختيار ديالكم ثلاثة ديال معالقة ديال دقيقة ديال فورس سفر ديالبيطة وثلاثة ديال كيسان كبار ديال الحليب الطريقة ديال التحضير انتو ما كيفما كتشوفو سهلة وجد سريعة كنضيفو ديك دقيق الفورس بالنسبة لي ما كيعجبوش الفورس يقدر يعمل شوفان دقيق ديال الشوفان المطحون كنضيفو معه الميزيناء ثلاثة ديال معالقة كيف قلنا ثلاثة ديال معالقة السكر ولا على حسب الدوق ديالكم وكنضيفو ديك سفر ديالبيطة وانضيفو ديك ثلاثة ديال كؤوس ديال الحليب معه نخلطو مزيان تحريك المستمر كيفما كنقول باش ما كنبقى وناش الفوقعات لديال الطحين ولا ديال حتى ميزيناء صافي هنا يا على نار متوسطة بالتحريك المستمر كيفما كنقول لانا بالميزيناء باش ما كتلسقش ولا كتتحرق لنا هنا يا انا غدي نضيف معالقة ديال الزبدة وخما ما ذكرتها شبع المقادير في الأول هانتو ما كتشوفوها باش كتترخويننا ديك ديك المهلبية وغدي نضيف واحد الصاشي ديال باينية هنا الصاشي ديال باينية في حال اللي غنقول لكم على الصاشي ديال فلان كيبقى اختياري غيرية مهلبية كيحتاج تعطيها واحد لطعم انا عملت ديال سوك خفاني تقدروا تعملوا القشود اللي تشين محكوك ولا اي حاجة بغيتو وهنا انا دوزت عليه بتراب الكهربائية هكذا لما عندكم شصفي مشي مشكلة تكملوا غير بالخلق اليدوي وغدي رجعوه للنار باش يختر لنا الخليط ديالنا ولا المهلبية ديالنا هنا كاز ديال السكر اللي غدي نحضروا به الكراميل اللي غيرافق لنا المهلبية ديالنا كاز ديال السكر غني خليوه على نار بحال كيف قد لكم يعني بلا ما تتحاولوا تحركوا لانا بزاف ديال ناس كيقول لك ما كيخرج لهمش عندهم مشكلة مع الكراميل الكريم كراميل ما كيخرج لهمش هنا يا انا غدي نضيف واحد شو يديال لوز كان عندي مهر مش انتو ما تقدروا تضيفو ديال كيكس اللي كان تحنوه ديال ماريا تقدروا تضيفو كوكا واللي كان انا هنا يا كان عندي شوية ديال لوز مطحون وغدي نضيفو عليه الخليط ديال المهلبية اللي حضرنا غدي نصبو هكدا من فوق منو كييجيب مضاق زال وهائل سواء باللوز ولا حتى بالكيكس اللي كان تحنوه نهر مشوه مع شوية ديال بلاوخة ما نضيفو لوش الزبداغي نهر مشوه نضيفو هو هو اللي كييجي في الطبقة التحتانية او للطبقة اولى وكن نضيفو المهلبية كطبقة وندخلوها تبرد واحد شوية في طلاجة او لف المجمد كيف ما بغيتو إلا كنتو مزروبي في المجمد كنتو ماشي مزروبي عندكم الوقت في طلاجة وهذا هو الكراميل ديالنا ها هو داب لنا السكر حتى كيبقي يدو بعد كنبقى نضيف نحرك انا بالاحسن بقوا تحركو بمعاقة هكدا ديال الخشب وهذا ينضيف هنا يا وحد وحدة ديال النطا او القشدة الطارية ديال ميتين ميليمتر مع التحريك طبيعة الحال المستمر على نار مهيلة ما تخليوهاش مجهده حتى كيبقى يدوب لنا ديك سكر وخا كتشوفو هيدا كتحجر راه كيدوب هانتوما كيف ما كتشوفو كيو اللي لون كراميل غزال وحتى الماداق روعة كيجي مع مهلبية صفي دابا غادي ندوزو باش نضيفوه على المهلبية هانتوما كيف ما كتشوفو كيعطي لون غزال في حال لون توكولاتي وكيعطي حتى الماداق غزال وروعة سواء بغتو تعملوه مع هاد تحليا ديال المهلبية او لالفلان او لأي نوع ديال التحليات ولا البوستريس ولا الديسير اللي تبغيو تحطروه راه كيجي اغزال ومعتبر صفي غادي ندخلوه مرة اخرى رجعوه كيف ما قلت لكم اما المجمد إلا كنتم زروبين او لا اه تلجا عادي تخليوه ليلة كاملة يبرد عاد تقدموه انا قلت لكم كوجبة للعشاء او للصحور وهذا كان هو الشكل النهائي اه للتحليات اه بشكل مختلف ومدعق رائع غادي يعجبكم اه انتم ما كيف ما كتشوفوه اه يعني شكلا وحتى مدعقا غادي يعجبكم وغايعجب حتى ولدتكم اه ان شاء الله يا ربي الحبيب نتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة ونبقوا ان شاء الله دائما نقترح معكم الوصفة من الوصفات اللي كان حضر هي المملحة او اللي الشهوات او اللي عصائر او اللي ديسير او اللي تحليا اللي كان غادي نشاركها معكم كانت من ان شاء الله اه انها تنال اعجب ديالكم اي وصفة نزلت انتم كيف ما كتشوفو شاد دراسو كيجي على جوج ديال الوينات انا كنضق هنا ايا كانت من ان شاء الله يا ربي انتم تحضروها وتعجبكم وانا متأكدة انها غادي تعجبكم لانا كيف ما عجبتني وعجبت ولداتي وعجبت حتى صديقاتي سبقت وعملتها معهم اللي منعرضتهم غادي تعجبكم حتى انتم ان شاء الله صفي كانت من ان شاء الله تنال اعجبكم شكرا لكم والسلام عليكم